نرحب حضراتكم معنا مرة تانية ونرجع نتابع بقية أخبارنا والخبر هنقوله دلوقتي في منتهى الأهمية لأنه بيتعامل مع ملف الحقيقة يعني اتساب لسنين طويلة مش سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين بنتكلم فوق المئة سنة بكلم حضراتكم عن مشكلة أهل النوبة اللي طبعا صبروا واتهجروا وثابوا أراضيهم يعني علشان البلد علشان مصلحة البلد علشان السد العالي وخزان أسوان وطبعا الملف ده زي ما بقولكم كان مهمل وما كانش حد بيتكلم في تعوضات أهل النوبة فكان زي ما تقولوا ايه حضراتكم ورقة بيتم بيها الضغط على الدولة من فترة لتانية على مدار السيني اللي فاتت دي لما كنا نسمع أصوات بتقول بقى يعني تدويل قضية أهل النوبة دعوة انفصال أهل النوبة أصحاب النواية الخبيثة ولليهم مصلحة واللي كانوا عايزين يقسموا البلد وعايزين يعملوا شقاق ومشاكل كانوا على طول بيتجروا في هذا الملف لكن على رغم من ده ما كانش فيه تحارك الحقيقة طول السنين اللي فاتت دي ما كانش فيه وقفة حقيقة وجدة لاتعامل مع هذا الأمر ونحن ندي الحق لأصحابه الحمد لله النهاردة زي ما الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد أوفى بهذا الوعد ويمكن ده كان عنوان الاحتفالية الكبيرة اللي حصلت فيه أصوان نهاردة لصرف تعويضات أهالي النوبة عنوان الاحتفالية الوفاء بالوعد بتسليم التعويضات لأهالي النوبة كان الكلام ده بحضور رئيس الوزراء زي ما بنتابع على الشاشة من خلال الصور اللي بتشوفوها حضراتكم وطبعا محافظ أصوان وسيادة وزير العدل وفيه طبعا عروض فنية وليها علاقة طبعا بتاريخ مصر وبتاريخ النوبة ومحافظات الصعيد محافظات الصعيد الرئيس الوزراء النهاردة من خلال كلمته والحقيقة كانت مناسبة مهمة علشان يقول إزاي الدولة اختلف تعاملها مع مش بس ملف أصوان أو أهل النوبة لكن الصعيد بشكل عام لأنه برضو كان أهلنا في الصعيد والله إحنا خارج منطق الخدمة إنه الدولة مش مهتمة إحنا مش موجودين على القريطة فين التنمية فين المشاريع ليه ما فيش نصيب لنا من الشغل والتنمية اللي بتحصل على الأرض فرئيس الوزراء اتكلم على المشاريع التنموية اللي بتحصل دلوقتي في الصعيد في مجالات كتيرة وعدد ألف الطرق والكهرباء والإسكان ومية الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وقال كمان إن اللي حصل النهاردة ده خطوة كبيرة بتضاف للخطوات اللي بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة حل مشاكل الشعب المصري ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس لأهالي النوبة ولمحافظة أسوان وإعزازه لأهلها وأكد كمان على إن القيادة السياسية والحكومة مهتمة بالصعيد وإن بدوقتي بقى فيه يعني شغل جاد في مواجهة مشاكل الصعيد وزيادة معدلات التنمية في محافظته